صباح الخير مشاهدين وأهلا بكم في الفترة الأولى من برنامج أموال ومسارات دعونا نوقي نظرة على أسعار العملات قبل أن ندخل بتفاصيل أكثر عن السوق السعودية بالتالي مؤشر الدولار على استقرار تراجعات جدا طفيفة أمس شاهدنا هذه أيضا التراجعات رغم هناك بيانات إيجابية كانت جدا سواء سمعنا عن طلبات سلع المعمرة التي سجلت ارتفاع عام 2.21% أيضا ارتفاع في مبيعات المنازل الجديدة لأعلى مستوى لها في عشر سنوات وأيضا رغم ذلك أيضا شاهدنا هذه التراجعات وأيضا رغم توقعات بأن يكون رئيس الأحتيازي الفدرالي الجديد سياسته أكثر تشددية والتوقعات تشير بأن يكون جون تيلر من ضمن المرشحين بأن يستلموا أو يتولوا رئاسة الاحتيازي الفدرالي الأبريكي بعد أن تتهي ولاية جانيت ييلن في فبراير وأيضا إذا نظرنا إلى اليورو مقابل دولار ارتفاعات اليوم 1.18.18 منذ أمس نتابع اليورو في ظل اليوم نترى قبيل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي والتكهنات حول ماذا سيقول ماريو دراكي في هذا الاجتماع وربما هناك إعلان بأنه سيخفض مشترياته الشهرية من الأصول التي قيمتها 40 مليار يورو بالتالي نتابع اليورو ونراقب هذا اليورو في ظل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في ظل خطته لتقليص برنامج التحفيز إذا نظرنا إلى الفاوند مقابل دولار 1.32.41 طبعا كان الارتفاع أمس ارتفاعات قوية للفاوند بعد أن جاءت بيانات أقوى من المتوقع للنمو في المملكة المتحدة ربما عزز التوقعات بأن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل وسواء شهدنا هناك ضبابية ربما خلال أيام الماضية وتوترات حول سيقوم بنك إنجلت رفعنا في رفع أسعار الفائدة فنسابع أيضا الباوند ونشاهد هذه التراجعات على الباوند مقابل الدولار دعونا الآن ننتقل إلى السوق السعودية ونقن نظر على أداء السوق السعودي في جلسة اليوم تراجعات بـ 12.6893 نقطة نحن في ظل موسم نتائج الشركات شهدنا ارتفاعات وصلنا إليها يوم الأحد بـ 7000 نقطة ثم فقدنا هذه المستويات تقريبا بـ 1.15 النقطة المئوية نحن في آخر جلسة تداول عدنا لمستويات أمس 6900 نقطة عدنا لنتراجع عنها نذكر ربما هناك تخوف عندما يتم تطبيق القيمة المضافة في مطلع عام 2018 سوف تؤثر على الشركات أو سوف تتحملها الشركات وهذا رح يقلل من القوى الشرائية وإرضا ارتفاع أسعار البازيفة هناك ربما تخوفات ولا ننسى أنه ما زلنا نحن في موسم نتائج الشركات كما ذكرنا ونذكر أن أسعار النفط على بعض التراجعات اليوم بسبب ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بـ 900 ألف برميل حسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مقارنة بتوقعات كانت انخفاض 2.6 مليون برميل معهد البترول أظهر زيادة بمقدار 519 برميل لكن الزيادة أعلى من ذلك وبالتالي تضغط على أسعار النفط قيم التداولي الآن 346.5 مليون ريال ماذا نراقب في السوق نتائج الشركات نبدأها ببنك ساب هناك بنك ساب انخفاض بشكل طفيف خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017 بـ 3 مليارات و248 مليار ريال إذا نطلنا إلى أرباح الربع الثالث ارتفاع بتسعة في المئة بتحقيق مليار و83 مليون ريال وهو أعلى أو متماشي تقريبا مع توقعات المحللين التي جاءت تقريبا بمليار و85 مليون ريال إذا نظرنا إلى صافي ربح العمولات الخاصة بلغت مليار و784 مليون ريال مرتفعة 4.6 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي متراجعا ربع الثاني بـ 2 في المئة إذا نظرنا إلى النمو بالنسبة مقارنة بالربع الثاني هناك تراجع بـ 4 في المئة إذا نظرنا إلى محفظة الاستثمارات هناك تراجع في 13 في المئة ودائع العملاء تراجع 6 في المئة محفظة القروض تراجع 7 في المئة أرجع البنك أنه يقول هناك تراجع في مخصص خسائر الاتيمان لكن مصاريف العمليات يعني هناك ارتفاع بتسعة في المئة تسعة في المئة يعني هناك نتيجة مخصصات الموجودات يعني فأعادته إلى مكاسب استثمارات مقتنى لغير أغراض تجارة و توزيعات الأرباح بضافة إلى تأثير الخفاض في مخصص خسائر الاتيمان هذا ما أدى إلى ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات نلقي نظرة على بنك سافي جلسة اليوم كيف يتفاعل مع هذه الأخبار ارتفاعات بـ 2% عنده 26 ريال كما ذكرنا هناك أعلى من توقعات المحليم بقليل أو متماشية مع هذه التوقعات ننتقل إلى البنك العربي ارتفاع في أرباح البنك العربي خلال التسعة أشهر الأولى بنسبة 5% مليارين و 392 مليار ريال ارتفاع أرباح الربع الثالث 7.5% بتحقيق 775 مليون ريال جاءت أيضا تقريبا أدنى من متوسط التوقعات المحليلين البالغة 795 مليون ريال أو نقول يعني متماشية أيضا مع توقعات المحليلين إذا نظرنا إلى الربع عن الربع الثاني 8.17 في المئة ارتفاع في الصافي ربح العمولات الخاصة بمليار و 183 أيضا ارتفاع مخصص خسائر التيمان نتيجة ارتفاع بصاريف العمليات بنسبة 17 في المئة إذا نظرنا إلى محفظة الوداع هناك ارتفاعات طفيفة جدا بصفر فاصل 2 في المئة محفظة القرود ارتفعت بصفر فاصل ثلاثة عشر في المئة يعني ارتفاعات طفيفة يظهر أنه البنك اتخذ مخصصات وبالتالي نتابع حركة سهم العربي في جلسة اليوم نلقي نظرة على البنك كيف يتفاعل مع النتائج ارتفاعات بـ 15 نقطة المئوية اسهم بتاريخ الخامس والعشرين من اكتوبر مع اليانز الاوروبية لبيع عدد ثلاثة فاصل سبعة مليون سهم من الاسهم التي يملكها يعني بنسبة ثمانية عشر فاصل خمسة عشر في المئة من رأس المال الشركة تشكل سبعة وخمسين في المئة من الاسهم التي يملكها في شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وقال انه البيع سوف يتم بسعر 22 ريال لكل سهم بمبلغ جمال قدره 81.4 مليون ريال وانه سيحقق ربح من هذه الصفقة ربحا رئيس ماليا يبلغ 37.8 مليون ريال دعونا نلقي نظرة على السهم بـ 13 نقطة المئوية عند 34 ريال وتسعين هاللا ننتقل الآن إلى أسهم قطاع الموارد الأساسية سابق بربع نقطة المئوية سبكة مع تراجع المتقدمة على تراجع بي سي آي بعد إعلان النتائج على اتفاعات بـ 16 نقطة المئوية ننتقل إلى أسهم قطاع البنوك لدينا الراشحة على تراجعات 13 نقطة المئوية سابق بارتفاعات بـ 2% البنك العربي الوطني على ارتفاعات دعونا نلقي نظرة على أسهم قطاع الاتصالات لدينا زين نتابع هذا السهم لاحظوا تراجعات أيضا بـ 15 نقطة المئوية سواء سمعنا نتائج أمس عن شركة زين والخبر الذي يساهم في تراجعات هذا السهم هو أنه مقترح بتخفيض رأس المال سمعنا أمس عن زين سوف تخفض رأس ماله إلى 3.6 مليار ريال بهذا التخفيض عن طريق إصدار ثم رفع رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 6 مليارات ريال طبعا هذا الثالث تخفيض لشركة زين أولا زين خفضت رأس مالها في عام 2012 والثاني تخفيض كان في عام 2015 وثالث تخفيض في عام 2017 هذا الموبايلي على تراجعات بـ 15 نقطة المئوية دعونا نقن نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق من يتصدرها وهي الأسهم التي نراقبها كان هناك أخبار عن التصنيع تراجعات 15 نقطة المئوية توقيع اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 3.9 مليار ريال مع مجموعة من البنوك بنك الرياض بنك السعودي البريطاني مصر فراش إمارات دبي الوطني وغيرها من البنوك وأيضا توقيع اتفاقية أخرى بقيمة 981 مليون ريال مع بنك الرياض وبنك السعودي البريطاني وذلك لإعادة تمويل تسهيلات الشركة وتخفيض أقصات السداد في السنوات الأولى أيضا العقارية السعودية هناك أخبار باتفاعات بربع النقطة المئوية الرياض للتعمير نتائج عن هذه الشركات باتفاق 15 نقطة المئوية إلى الأسهم الأكثر ارتفاع عن من يتصدرها في شلسة اليوم لدينا إسمان تابوك ارتفاع بتسعة وثمانية أعشر نقطة المئوية هناك ارتفاع لجميع قطاع السمنت لاحظوا هذه الارتفاعات الملفتة ونماء للكيموائيات باتفاع بثلاثة ونصف في المئة طبعا سوف نحلل سباب ارتفاع قطاع اسمات هل هو بسبب الاعلان عن المشروع على الضخم من ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار مشروع اليوم ربما هذا القطاع الاكثر استفادة من هذا المشروع وننتقل الى الاسهم الاكثر تراجعا في السوق من يتصدر هذه الاسهم الزين من ضمن الاسهم الاكثر تراجعا البيك السعودي استثمار ايضا تراجعات باكثر من 2% ملاذعة تراجعات بـ 2.13 النقطة المئوية مشاهدينا هذا بالنسبة كل ما لدي عن اداء السوق السعودي سوف ننتقل الى فاصل قصير ونعود اليكم لنكم الباقي النشرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس ادار السندوق الاستثمارات العامة على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطانية ولوزير الخارجية البريطاني لرؤية عشرين ثلاثين السيد كينكوستر جرى خلال اللقاء بحث التعاون السعودي البريطاني في المجالات الاقتصادية القائمة وفرصي تطويرها خاصة في الجوانب الاستثمارية وفق رؤية السعودية عشرين ثلاثين كما التقى ولي العهد رئيس صندوق الاستثمارات الروسي كيريل ديمتروف وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التنصيق الثنائية بين البلدين في الشأن الاستثماري إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الاقتصادية كما التقى ولي العهد وزير الخزانة الأمريكية وجرى خلال هذا اللقاء بحث أهم الموضوعات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجالي الاستثمار والتجارة بالإضافة إلى استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير وخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وفي كلمته أمام مبادرة باستقبل الاستثمار أشاد وزير الخزانة الأمريكي برؤية المملكة عشرين الثلاثين كبرنامج طموح يقوده صاحب السمو الملكي الأمير بحمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وقال أن مبادرة باستقبل الاستثمار التي أطلقها ولي العهد ستنقل المملكة إلى عصر مع بعض النفط بالاستثمار في الطاقة المتجددة والمهارات الجديدة الرؤية عشرين ثلاثين برنامج إصلاح سعودي طامح يقوده أولي العهد سينقل تركيز اقتصاد المملكة وازدهارها المستقبلي بالاستثمار في الطاقة الجديدة والتعليم الجديد وتطوير المهارات الجديدة التي احتشل قرن الحد والعشرين مبادرة الاستثمار في المستقبل هذا هو الطريق لنجاح المملكة في المستقبل كثير من الإصلاحات تم إطلاقها مثل تطوير السوق المالية وتقفيد الدعم وتحسين القوانين وتقديم الخدمات من الحكومية بتأسيس نمو متعدد وأكثر تنوعا أود أن نناقش مجالات أخرى ستسمح نمو الاستثمار هيئة المال الهيئة المالية في المملكة العربية السعودية هيئة السوق المالية والقطاع المصرفي وتحافظ على عملة جيدة وسياسات مالية صحيحة وهي عناصر أساسية للاستثمار على المدى الطويل هناك مصادر جديدة لاستثمار سيساعد المملكة في تنويع التنويع بعيدا عن الاقتصاد القام على البترول من خلال التواصل في قطاعات جديدة قارن 21 قدم للعالم مع حدود جديدة وفرص جديدة للابتكار تم منقاشة معظمة في هذا المؤتمر المملكة العربية السعودية في موضع جيد لتستفيد من هذه الفرص ما زالت تعطيتنا مستمرة حول مبادرة مستقبل الاستثمار لحديث أكثر حول مبادرة مستقبل الاستثمار ينضم إلينا من مقر المبادرة موفد قناة الإخبارية سلمان القرني أهلا ومرحبا بك سلمان نحن في آخر يوم لمبادرة مستقبل الاستثمار كان في اليوم الأول الإعلان الهيدلاين كان عن مشروع ضخم وهو مشروع عن يوم الذي أعلن عنه ولي العهد في اليوم الثاني سمعنا عن صندوق الاستثمارات العامة الذي أعلن عن زيادة حجم أصوله لواحد ونصف تريليون وأيضا عن زيادة عشرين ألف وظيفة ما الجديد لديك في آخر يوم لمبادرة مستقبل الاستثمار؟ نعم لنا كما تعلمين أنه اليوم واليوم الثالث التوالي على انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار جلسة أمس كانت بمالية بالأحداث وورش العمل واللقاءات في جلسة أمس تمت العديد من اللقاءات كانت أهم جلسة الاستثمار في رأس المال تلتها جلسة كذلك مع وزير المالية عن التذبذبات الحاصلة في الاقتصاد وتأثيرها بنسبة على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي كذلك شهدنا حضور جلسة من الرئيس التنفيذي لشركة 50 years وهي إحدى الشركات العاملة في سيليكون فالي والذي تحدث عن تأثير الرأسمالية وتأثيرها بنسبة على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي على رواد الأعمال وعلى رائدة الأعمال وكيف يمكن الموائمة بين الرأسمالية وعلى الصعوبات والعوائق التي تواجه رواد الأعمال في هذه المرحلة كذلك كانوا على هامش مبادرة ملتقى الاستثمار في يومها الثاني عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العديد مع اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين كذلك كانوا اللقاء مع وزير الخزانة الأمريكي كذلك مع الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن ورئيس التنفيذي لبنك الصين العالمي والعديد من القيادات الاقتصادية العالمية المهمة شهدنا حضور كثيف جداً بنسبة في جلسات الأمس وعلى بنسبة ورش العمل كما تعليمنا اليوم هو اليوم الثالث على التوالي مبادرة مستقبل الاستثمار في الجلسة الصباحية كان هناك جلسة عن بناء الاقتصاد الطموح كانت بالعديد من الشركات العملاقة مشاركة شهدنا حضور شركة بيكتل وهي إحدى أكبر وأهم الشركات البناء والهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية الشركة عريقة من 150 سنة تعمل في مجال البناء والهندسة لا زل تؤكد أن الفرص التجارية متوافرة جداً وضخمة بالنسبة في هذا المنتدى رجال الأعمال والمستمرين لا زالوا يبحثون عن فرص جديدة واستكشافها في السوق السعودي وذلك بعقد شراكات مهمة مع العديد من الجهات الحكومية على هامش هذه المبادرة تمت العديد من الاتفاقيات وإطلاق مشاريع ضخمة كما تعليم تم إطلاق مدينة نيوم وكذلك تم توقيع صندوق الاستمارات العامة في جلسة أمس تم توقيع مذكر التفاهم بين صندوق الاستمارات العامة وصندوق رؤية سوفت بنك لإطلاق الطاقة الشمسية في المملكة بحلو العام 2018 وكذلك إطلاق الدعم الكهربائي وإنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 3 ميجاوات بحلو العام 2018 ما زالت الجهات السعودية تستعد وتثابر وتبحث وتستكشف عن الفرص التجارية الموجودة مع شركاءها الأجانب المحليين وكذلك الإقليميين كذلك شهدنا حضور خليجي وحضور عربي لمبادرة مستقبل الاستمار اليوم هنا ورش عمل عديدة وكثيرة جدا تنوعت ما بين الاستمار في البنية التحتية عقد الشراكات العالمية التجارة الإلكترونية الصناعة والعديد من القطاعات التي سيكون لها نصيب من جلسة اليوم هي الجلسة الأخيرة كذلك حقد ولي العهد الأمير محمد بسمان رئيس صندوق الاستثمارات العامة مع رئيس صندوق الاستثمارات ديمتريوف الروسي لقاء مهم في جلسة أمس لحث الصندوق الروسي على البحث وعلى الاستكشاف مع رجال الأعمال السعودي وكذلك الفوز بالعديد من الفرص الموجودة في السوق السعودي ما زلت أؤكد أنه اليوم ما زال الحضور كثيف جدا الآن ورشة عمل عن الثروة الصناعية وتأثيرها بنسبة على الاقتصاديات الدول وتأثيرها سننتظر إلى انتهاء الجلسة وأسوا فيك بالعديد من التفاصيل خلال النشرات القادمة نعملين سلمان أليرني شكرا جزيلا لك مشاهدينا لكم بذلك قد وصلنا إلى نهاية الفترة الأولى من برنامج أموال ومسارات قبل تحياتي إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة